هذا السؤال هو سؤال قديم قديم جدا أما بالنسبة لجوابي هل الإنسان مصير أو مخير أول شي لابد أن نحدد عن ماذا نتحدث مصير بأي شيء مخير بأي شيء هون أكيد نحن نتحدث عن الفعل الإنساني الذي يفعله هو ما عم نتحدث عن جريان الدم في جسمه أكيد جريان الدم في جسمه الإنسان لا يجريه هو باختياره هو يجري بنفسه ما عم نتحدث هلأ عن أنه الإنسان بيولد أسمر ولا أبيض ولا أسود ما عم نتحدث أنه بيولد إنسان طويلا أو قصيرا هو الأمور ما عم نتحدث عنه عم نتحدث عن الفعل الإنساني أنه حينما يفعل الإنسان فعلا هو هذا الفعل هل هو فيه مسير أو مخير وإلا الأمور لذكرتها ما هي الأمور ليست بيد الإنسان هو المولود هذه ليست بيد المولود بنفسه إذن الفعل الإنساني أنا حينما أمشي حينما أضرب حينما أرمي حينما أكتب حينما أعطي حينما أصلي هل أنا مسير أو مخير؟ أول شيء الواحد كيف يجاوب؟ أنا بيعتقد أنه إذا في أمر الوجدين الإنساني بيعطي جواب علي فالإنسان ليس بحاجة إلى نص ديني تأسيسي للجواب هلأ إذا واحد يتأمل وجدينه من نفسه ما أنا من نفسي أستطيع أن أقوم وأن أجلس وأن أصلي وأن لا أصلي وأن أصوم وأن لا أصوم وأن ألعب وأن أكتب ما أنا واضحة وجدين أنه أنا مخير يعني شو واحد بده ينعني هلأ أنه أنا مسير مسير يعني مثل واحد يعني عم بمشه على ريموت كنترول هذا هو المسير أنا أكيد بشاك هلأ أنا عم بحكي فيني هلأ أنا قوم على الكرسي وظلني رايح يعني هاي المسألة مسألة وجدينية لذلك هاي المسألة أكيد أنه لا تتناول أنه أنه في أي قرآنية بتقول أنه أنه ما تشاءون إلا أن يشاء الله بيجبلك يعني هيدا مسير أو أي تاني إنه هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا يعني الإنسان مخير بخير ما نوصل للناس هاي مسألة يعني وجدانا الوجدان يكفي مجيبا عليها ولكن في مسألة أساسية هي أنه الفعل الإنساني هو وجود هذا الوجود هو من الله قطعا هو من الله كل وجود هو من الله إذا كان كل وجود هو من الله بمقتدى التوحيد إذا قالت لك أنه هذا الوجود ليس من الله أنا لا أكون موحدا أكون مشركا فإذا فعلي وجود وهذا الوجود من الله ممتاز طب فعلي هو باختياري الوجدان يقول لي فعلي من اختياري والعقل يقول لي فعلي هذا الوجود هو من الله الكلام كيف أجمع كون فعلي هو وجود من الله وكون فعلي هو لي لأني أنا مخير وجداني يقول أنا مخير وعقلي يقول الفعل هو من الله كيف أجمع بين الاثنين الإمام الصادق عليه السلام بيعمل مظلة للإجابة لا جبرة ولا تفويد بل أمر بين أمرين يعني الإجابة أكيد ما فيك تقول أنه جبر بمعنى أنه الفعلي هو من الله وليس لي هذا خلاف الوجودان وما فيك تقول هو لي وليس من الله هذا شرك لا جبر ولا تفويد وإنما أمر بين أمرين على الأمر بين أمرين كيف منصوره يعني إحنا مطلوب مننا أن نأتي بصورة مش بدليل الدليل على أنه فعلي ليه هو وجداني والدليل على أنه فعلي هو من الله هو عقلي هذا هو الدليل بس كيف أجمع بين اثنين أجمع بين اثنين ونحن نعتقد بأنه نستطيع أن نجمع بين هذين الأمرين من خلال صورة أنه الله تعالى خلق الإنسان وخلق فيه قناة اختيارية الإنسان يفعل فعله عبر هذه القناة الإنسانية بحيث أنه هذا الفعل هو من الإنسان عبر القناة الاختيارية وهو من الله لأن الله خلق الإنسان وخلق فعله عبر القناة الاختيارية انا بعرف انه هذا الجواب جواب في عمق وشوي تقلت الطحشة بالاجابة بس انه اخر شي اذا بده ارسمه رسمه الجبر شو بيقول الجبر بقول مثلا الله بالرسمة الله خلق الانسان خلق الفعل بحط سهم على الانسان سهم على الفعل هاي رسمي خطأ بالتفويد بقول الله خلق الانسان تحت الانسان خلق الفعل عموديا هاي رسمي خطأ كي برسم الرسم يعني بقول الله خلقه هوا بحط دقرة كبيرة بقلبه في الانسان وتحت الانسان في الفعل وهي الدقرة الكبيرة بتشمل الانسان وبتشمل الفعل تحته فالله خلق الانسان وعبره خلق الفعل فالانسان والفعل من الله والفعل هو من الانسان امر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة